بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معنا شابتر 12 Keys and Couplings وبنستعرض النوع الأول من الRigid Couplings اللي هو بنسميه Sleeve أو Muff Couplings هنلاحظ إنه هو من المسمى بتاعه Sleeve عمل زي الطوق يعني الجزء المتهشر هنا داك ولو circumferentially عمل زي طوق بيحتوي العمود رقم واحد والعمود رقم اثنين وما بينهم طبعا الكي دا اللي هو بيربط ما بين الاثنين بحيث إن لو دار العمود دا يدور مع الكي يدور مع الكابلنج يدور مع الكي من الناحية التانية يدور مع العمود بالطبع في نفس الاتجاه بالشكل دا كده ويدور العمودين مع بعض طيب هنلاحظ هنا بما إن فيه تورك هنا على العمود وبالتالي تورك على الكابلنج واحنا اتعرفنا قبل كده على إن التورك على طول بيسبب نوع من الاجهات اسمه التورشنال سير استرس تورشن يبقى التورك بيسبب تورشن والتورشن دا هيبقى خاص بالتورشنال ستريس للعمود المفرغ اللي إحنا استعرضناه قبل كده 16T على بي دي تكعيب حيث دي كابتل اللي هي الاوتر ديامتر بتاع الكابلنج والدي اسمول اللي هي الانر دايامتر اللي هي نفسها قطر العمود والكي هنا اللي هي نسبة القطر الأصغر إلى القطر الأكبر أو القطر الداخلي إلى القطر الخارجي بناء على البراكتيكال أو الشغل السابق قبل كده بنفترض إن طبعا إحنا عندنا الدي هنا أو قطر العمود معطى في عملية التصميم بتاع الكابلنج فهنفترض إن الدي كابتل أو القطر الخارجي بيساوي 2 دي سمول 2 قطر العمود بلاس 13 مليمتر والطول هيساوي 3 ونص القطر في حالة الفرضية دي لابد إن نعمل اختبار اختبار بمعنى إيه؟ أنا كده عندي الدي سمول معروفة الدي كابتل معروفة في الحالة دي يبقى الكي كمان معروفة والدي كابتل إحنا عارفينها وبمعرفة التورك أطلع قيمة التاو اللي هو تورشنال شير ستريس الواقع على الكابلنج في الحالة دي هقارن أنا هافترض مثلا إن الخامة بتاعتي التاو بتاعتها تاو ماكسومم بتتحمل تاو ماكسومم وليكن مثلا 80 ميجا بسكال في حالة التاو اللي هيطلع من هنا لو افترضنا إن هو مثلا طلع 40 ميجا بسكال يبقى الديزاين بتاعي سيف لإن هي بتتعرض ل40 ميجا بسكال في حين إن هي بتتحمل 80 ميجا بسكال والعكس في الحالة إن الرقم اللي هنا يطلع أكبر من الرقم اللي بتتحمله المادة في الحالة دي أنا مضطر لإعادة التصميم بتاعي بزيادة القطر أو بتغيير الماتيريال النوع اللي بعد كده اللي هو الـ نفس النوع السابق لكن الاختلاف إن هو بيجي على جزئين جزء واحد وجزء اثنين وده بيسهل في عملية التركيب لما يكون عندي العمود بيركب بالشكل ده كده مع العمود التاني وبعدين بضبط الـ ثم بجيب النص السفلي وبركبه هنا ثم النصف العلوي وبعد كده بربط بالمسامير دي طبعاً ده النوع ده بيسهل في عملية التركيب النوع اللي بعد كده اللي هو الفلانج كابلنج الفلانج كابلنج دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن 2 فلانجز واحد اللي هي بالأزرق واثنين اللي هي بالأحمر كل واحدة منهم ركبة على عمود عن طريق كي هنا والكي ده الناحية التانية وهلاحظ ان في واحدة منهم فيها بروس والتانية فيها تجويف مقابل لي عشان يضبط عملية التركيب كل فلانجة من الفلانجات ديت عليها ثقوب على المحيط بيركب فيها عدد من المسامير عدد المسامير ده بيحدد 3 للأقطار بتاعة الأعمدة حتى 40 ملي متر واربعة من 40 إلى 100 ملي متر وست مسامير للأقطار من قطر العمود من 100 إلى 180 وعندي الجزء ده اللي هو التي اف أو السماكة بتاعتي هنا بتساوي نص القطر بفرضية معينة نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم إن شاء الله